بين تسجيل حالات إصابة جديدة والبحث عن سبول احتواء سريعة تكافح العديد من الدول في التعامل مع متحور أوميكرون مؤشرات تفيد بأن المتحور في طريقه للوصول إلى الأمريكيتين بعد رصد حالات إصابة في كندا والبرازيل منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه تم تسجيل إصابات في 23 دولة على الأقل في خمس مناطق جغرافية مختلفة المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم توقع زيادة عدد الدول وحالة الإصابة استحوذ ظهور متحور أوميكرون على اهتمام عالمي هناك 23 دولة على الأقل سجلت حالات إصابة بالسلالات الجديدة ونتوقع زيادة العدد أشكر بيتسوانا وجنوب إفريقيا على رصدهما لهذه السلالة والإبلاغ عنها سريعا ورغم توقعات زيادة الانتشار انتقد أدهانو إجراءات منع السفر التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع السلالة الجديدة وطالب باتخاذ إجراءات عقلانية ومناسبة معتبرا أن حظ السفر التام لن يمنع انتشار أوميكرون نناشد جميع الدول أن تتخذ الإجراءات العقلانية والمناسبة والالتزام بقواعد منظمة الصحة العالمية لتأجيل أو تقليل اتشار هذه السلالة بما في ذلك الفحص قبل السفر أو عند الوصول أو عزل المسافرين الحظر التام للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون ويسبب أعباء كبيرة على الحياة ومتطلباتها وتوقعت منظمة الصحة الحصول على مزيد من المعلومات عن قدرة أوميكرون على الانتقال ومدى فعالية اللقاحات الحالية خلال أيام ويعد ذلك تطوراً إيجابياً في التعامل مع أوميكرون إذ كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن الحصول على هذه المعلومات سيستغرق أسابيع ويمكن لهذا التطور أن يكسب البشرية وقتاً ذميناً في المعركة ضد الصلالة الجديدة